يعني سابقا دكتور كانت عندنا حتى صوبات المازوت موجودة بداخل الصفوف بحتن جوم ولائم للطالب حتى ما يعجبه يطلع بالباحة بداخل الصف ممكن يطلع الساندوش أو اللفة يأكلها ومن بعدها أنه يكمل الحصاص احنا ليش هسا هاي الأشياء كلها نعدمت شبابيكنا بالمدارس مكسرة والله حق المواطن اي شوف تاني حجب حرقة تقلط بالفعل كل أب وكل أم يتمنا الأطفال كوزارة كتربويين كباحثين يتقبل كل الكلام اللي يقولوا وحقهم احنا ما نضم حقيقة احنا نحتي واقع بس المواطن ما يعرف واقع التربية والتعليم تربية والتعليم يعني محددة بعمل معين يعني ما يمكن لوزارة تربية تأسد قولها اردى ابني ألف مدرسة وأكو مشروع ألف مدرسة يعني المال القانون الأمن الغذائي هسا اكو مدارس ذات بني اكو قروض من بعض الدول ذات بني اكو من البنك الدولي ذات بني نعم بس هذه متح المشكلة الحل المشكلة الوحيد ان تكون وزارة التربية والأبنية المدرسية قضية وطنية شارك بها الحكومة كلها نعم كل الوزارات الشاركة ببناء هذا هو يقول أكو مقولة لا ترتقي أمة فوق مستوى معلمية يعني إذا يقول واحد يقول ادخلني إلى غرفة الصف ونبئك بمستقبل الأمة نعم احنا هذا الريد احنا قلت لكم ماهنا ممثلوا عن وزارة التربية بس كباحث نعم عندي خبرة بوزارة التربية ومعلومات ولكن وزارة التربية محددة بعمل معين يعني المناهج منها تأخرت ربما هذا عدي سؤال آخر علي ليش تأخرت فلوص طبع ماكو زين منيني روح عتل الدينة سألوتوا مثل المصارف تدين وزارة التربية ويؤدون واجبهم فالمواطنين من حقهم من يطالبون من يسألون من يستفسرون من يعتبون من يزعلون من يزعلون علينا وزارة التربية وما يجون في الحلقة